وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتابوك وصل وصل الجيش التلاتين ألف اللي هيحارب الرومان اللي عددهم كما جاءت الأخبار ربعمائة ألف وصل سيدنا النبي ملقاش حد ملقاش ولا إنسان جيش الرومان فر خذف الله في قلوبهم الرعب جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين فسابوا تابوك ورجعوا ديارهم فأعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس قال أيها الناس إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم أيها الناس ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله بيقولهم صلى الله عليه وسلم في خطب التابوك لما وصلوا أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا ورزقكم مكتوب عند ربنا إسعى لتحصيله لما تسعى رزقك هيجري وراك وإنت بتسعى زي ما أنت رايح له وهيجيلك كما يطلبكم أجلكم زي ما كل واحد لحظت انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب فإن تعسرتم يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله قاعدة أولا تريح البال علي السعي وعلى ربنا الرزق ثانيا لا تتنازل عن قيمك أبدا في سبيل مصدحتك وبعدين هم راجعين واحد من الصحابة مات مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين عبد الله ذي البجاديني ده كان شاب من قبيلة موزينة عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه ففضل مستني كده شوية نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة مش قادر نفسي روح للنبي نفسي متحرمش من صحبة سيدنا محمد فقال لعمه من فضلك بقى ممكن تسيب لي أروح أنت مش عايز تسلم خليني ألحق بسيدنا النبي قال له لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك قال له يا سيدي خد كل الدنيا خد حتى اللبس فأما ألعوا لبسه الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت فراح لأمه قال له يا أمي أنا رايح عند النبي فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده فاللبس المخطط ده اسمه البجاد قطعته له نصين كده لبسه واحد تحت واحد فوق لأن الصحرة بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه لما النبي شافه قال له أنت مين قال له أنا فلان وقال له أنت لي لابس اللبس ده فحكى له قصته فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده وكان سيد النبي بيحبه وهم رايحين في تابوك قال لسيدنا النبي عندي طلب بس من حضرتك قال له نعم قال أدعو الله أن أموت شهيد فأمسلنا النبي قال اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين قال له يا رسول الله والله ما هذا أردت حرك بتدعي لي ربنا يحميني ونعايز أموت شهيد قال يا عبد الله وكان اسمه عبد العزة فالنبي سمى عبد الله ذي البجادين يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني يا عبد الله أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة كنت في حرب كنت في شغل كنت في أي مهمة طرد ربنا فأصابتك الحم فمتة متة شهيدا أو إذا وقصتك دابتك لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثة يعني فمتة متة شهيدا وهم راجعين جات لحمة وفعلا مات فيها سيدنا بلال بن الحارث بيقول أنا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده والنبي بيحفر حفرة وبعدين قال ادوني أخاكم فنولوه سيدنا عبد الله ذيل بجادين والنبي أصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر وأمحطه كده في قبره وتخل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره هو لحطه بأيدي كده وسوى القبر عليه وقال اللهم إني أمسيت راضي عنه فرض عنه يا رب شاب ساب الدنيا عشان ربنا فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت وأتمنى أن أكون أنا صاحب هذا القبر ويموت سيدنا عبد الله ذيل بجادين وهم راجعين من غزو التبوك ويدفن أحلى دفن بيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بسمع قصة زي قصة ذيل بجادين وإن النبي دفنه بإيديه وقال يا رب أنا أمسيت راضي عنه دايما بسأل نفسي أنا عملت إيه في رحلتي في ديني عملت إيه في إضافة خلي النبي يبقى وهو بيمسي كده راضي عنه فأعد أفكر كده ألاقي مثلا أن علاقتنا بربنا علم وعمل ودعوة وحفظ الناس من الشر أنت علاقتك بربنا تتعلم في دينك وفي دنيتك وبتعمل سواء في عبادة ربنا أو في إكرام الخلق أو في عمارة الأرض وبتدعو الناس أن هم يعملوا أعمال في عبادة ربنا ومعاملة الخلق وعمارة الأرض تدعوهم أن هم يبقوا كويسين يرضوا الله ورسوله وبتحفظ الناس من شرك أو علم وعمل وما فيش دعوة مش هقول لحد على حاجة واحفظ الناس من شرك أو انزل كمان مرتبة علم لا في عمل ولا في دعوة بس أنا فهمت ديني عارف الصحة والغلط بس ما بعملش به ولا بدعو الناس وبحفظ الناس من شر أو أقول لك في منزلة أقل كمان لا علم ولا عمل ولا دعوة بس على الأقل أحفظ الناس من شر لأن سيدنا النبي لما واحد قال له قول لي كده أعمال كبيرة في الإسلام قال له تعبد ربنا وتشتغل وتساعد الناس قال لهم مقدرش قال له طيب احفظ الناس من شرك تلك صدقة منك على نفسك يعني ذي البجادين ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النبي زي ما أنت سمعت في القصة أنا بقى وإنت عملنا إيه على الأقل المينموم لما خش أنام ما بقاش أذيت حد لو لا عايز أتعل واعمل والدعوة وحفظ الناس من الشرق يا نهار ربي أدع الحلاوة ده أنت كده في أعلى حتة بس لو مش عايز تعمل حاجة مع ربنا أو مع حد أرجو أكسيب الناس في حلاوة وكان النبي لما يصعد على المنبر يقول للناس حاجة لهم هو كله خير بس كان هو لعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فافتكر دي وانت بتسمع كده قصة ذيل بجادين اللي النبي حفر أبره بإيده يا عربي أرض النبي مسكها بأيديه حفرها بأيديه ومسك جثمانه الشريف بأيديه وحضنه أمسيته راضي عنه وهو اللي سجاه سجاني حطه يعني ودافن عليه كانت أعمارهم تقيلة في الميزان عشان كانوا صالحين منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام